السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا خير تعالوا مع بعض حنعمل حاجة طحفة للوصفة اللي انتوا شايفينها دي دي تحلية بابسط حاجة وقاسها الحاجة ممكن تجيبوها مش مكلفة خالص شكلها الواحدة طحفة طعمها حكاية تابعوا بس معايا الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراكوا للقناة واتمنى كل وصفاتي تعجبكم بدأنا بالحاجة الحلوة وبعدين حندخلوا نعمل غدا فيديو حلوة اوي في كذا وصفة وكلهم جداد ويعجبوكم جدا بأمر الله تمام تعالوا بقى نشوف الغدا اللي احنا هنعمله مع بعض وانتوا اكيد كده عرفتم من الصورة بس انا مش هقول لكم ان لما نبدأ في الطريقة على طول وده الغدا زي ما انتوا شايفين غدا سهل وبسيط وحاجة حلوة معينا كمان في الفيديو تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم وندخل على الفيديو والطريقة وكل حاجة بداية كده انا جبت حلة محضرة كل الحاجة معي كده زي ما انتوا شايفين جبت حلة وغسلة بطاطا كده زي ما انتوا شايفين حطت فيها شوية ورقة زبدة ولو ما عنديكيش ورقة زبدة ممكن ورقة كراسة اللي هو الابيض ما يكونش مكتوب فيه حاجة وحطت سكر من تحت وبعدين حطت البطاطا وحطت عليها شوية سكر برضو تاني يعني هاخدت معي حوالي كوبية اللي ربعة من السكر تمام وحطتها بقى على نارها دي خالص اول حاجة دي ايه حملتها وخلصت منها عشان بتاخد وقت كثير تعالوا بقى هنا بقى نعمل ايه الخلطة بتاعت السمك طبعا زي ما انتوا شايفين انا غسل السمك ومشرحوه كده وحط عليه الملح ولمون ومقطعة بتنجان ومقطعة فلفل هنعمل طوجن سمك حكاية تعالوا بقى نشوف بقى عملنا ايه حطت هنا بقى في الكبة توم وفلفل حور اللي هو اللحمر دوت او سبايسي وحطنا فلفل رومي تمام وعنحط بقى شوية توابل التوابل اللي عنحطها ايه عنحط ملح وبابريكا شوية كمون كوزبرة وشوية فلفل اسود صغيرين وما تقطريش في السمك الفلفل اسود حاجة بسيطة خلص تمام بقى هيا دي توابل السمك ملح وفلفل وكمون وكوزبرة وشوية بابريكا تمام وعصرة عصرة لقى لمونة كده وحضر بكل الكلام ده مع بعضه في الكبة بس ما تنعمهوش قوي ما يبقاش ايه مية يعني تخليه ايه خشن كده شوية عشان الحشو ده بيتكل قبل السمك أصلا يعني الحشو بتاع السمك ده انا بحبه لازم يبقى لونه أحمر كده وشكله يفتح النفس زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا شايفين كده ضربته في الكبة نزلته بقى في طبق هحط عليه شوية حاجات كده ايه اختياري حبة تحطيها حبة مش حبة برضو مش هتفرق معك كتير بس هي بتدي ريحة حلوة انا قطعت هنا ايه يعني قعدين صغيرين من الكوزبرة الخضرة وكملت بقى عصير لمون عصيرت لمونتين حلوين كده زي ما انتوا شايفين وقلبت كل الكلام ده مع بعض طب ليه ما حطتش الخضرة دي في الكبة زي ما قلتلكم مش بحب بخلي الحاجة دي مطحونة جامد لما بتبقى خشنة شوية كده بتبقى أفضل فاهميني بتبقى تتاكل كده او تتغمز بيبقى طعمها حلوة حبدأ بحشي السمك بالطريقة العادية خالص وححشي بقى الفتاحات اللي انا عاملها في ظهر السمكة كده عشان كلها تبقى ايه متحدقة ومتبلة ويبقى كل السمك تعمه ايه تعمه التوابل والفلفل وكل وفاهميني زي ما انتوا شايفين ايه كانتوا بقى على الجنب وتعالوا هنا بقى نشوفها نعمل ايه زي ما انتوا شايفين انا وريتكم البطاطا هي شغلت عليها النار اول حاجة على نار هادي اوعي بقى تتعالي النار لان هي لو عليت النار السكر عيتحرق لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا مش حطالها ولا نقطة مية يعني هي اللي عتتت نزل لي سوس من شوية السكر اللي انا حطتهم والبخار انا دلوقتي هغطيها هغطيها بالغطا كمان هنا بقى انا حطت في العين اللي هناك دي البطاطس بتتسلق نعمل صلاة بطاطس وهنا بقى حطيت بقى بصلتين وحطيت عليهم قرنين فلفل احمر وضربتهم في الكاب بشان نعمل الروز وهنا بقى بعملت ايه حطيت فصين توم مع شوية زيت طبعا هنا حطيت في الحل الاولين ايام حوالي معلقتين زيت والتانية برضو ايه حوالي ثلاث معلق زيت بمجرد بقى لما التوم بقى تحمر كده هنزل عليه بشوية خل طبعا شايفين الترتاشة اللي طلعت ديها من الخل طبعا اهم حاجة تكون يموطي النار عشان الخل بيساعد اللي الايه النار تمسك في الحاجة يعني فاهميني وبعد لما حطيت الخل نزلت بحوالي نص كيلو من التماطب وعسيبهم بقى حطلهم شوية توابل وعسيبهم يتسبكوا شوية قوي كويس مع بعض حطيت لهم ملح وفلفل اسود وشوية كمون وشوية بابريكة وعسيبهم يتسبكوا تعالوا هنا بقى انشوف الرزة ان عملت في ايه انا كل اللي عملته في الرزة حطيت بصلة زي ما قلتلكم بفلفل احمر كده ارنس وغير خالص اتحمروا لاخدوا اللون اللي هو الدهب الغمق وبعد كده نزلت عليهم بجزرية مجرد لما اتحمروا برضو ااخدوا اللون كده امتحط عليهم بقى مية وسايبهم بقى ايه على ايه يغلوا مع بعض ونزلت عليهم بالتوابل اللي هي توابل ورز العادية بس في الرز بتاع السمك انا بحط كمون وبابريكة وملح وفلفل اسود وممكن شوية وشوية كوركم تمام؟ هنا بقى هنبدأ نقلي البتنجان زي ما انتم شايفين وهنقلي الفلفل واخر حاجة خالص بقى هنقليها ايه السمك يبقى التوابل بقى اعطل رز تاني عشان ايه ممكن ما كنوش خدتوا بالكم منها انا حطيت في الرز جزر وبصل وفصينتو وقارني فلفل كل ده في الكبه وحمرته كويس قوي مع بعضه لغيرت لما اخد اللون وبعدين نزلت عليه بالمية وبعدين حطيت بقى شوية التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وشوية كوركم والكوركم بيدي للرز لون حلو قوي وحطيت كامون وشوية بابريكا تمام؟ يعني هي هي نفس البهرات اللي بحطها في تدبلت السمك هي هي اللي بحطها في الرز بتاع السمك زي ما انتم شايفين هنا بقى ايه ادي السمك اهو بعد لما طلعت البتنجان وقليت الفلفل حطيته في البيركس دوت وحطيت عليه السمك اللي انا قليته زي ما انتم شايفين وحنعمل بقى طاجن سمك بالمسقعة او بتنجان او سمك وتحتيب تنجان وفلفل المهم اللي هي مسقعة بالسمك يعني مش عارفة ازاي بقى انا اخترعت لها اسم كده وحنزل عليها بقى بقى بايه بالسلسل اللي انا سبكته بجد طعمها رهيب جربوا بس الطاجن ده تحفة دخلتوا بقى الفرن كده اخد بس تشميع كده بسيطة حوالي ربع ساعة كده انا مش عايزة ينشف انا عايزة ياخد ريحة الفرن بس زي ما انتم شايفين بس وانا بقى كنت عملت طبق صلطة وعملت البطاطس اللي هي البطاطس صلطة البطاطس صلطة البطاطس عملتها ازاي؟ هرستها بعد ما تسلقت وحطيت عليها حزمة بقدونس وخل وشوية ملح وفلفل اسود وحطيت فلفل احمر وفلفل اغضر بس كده وفصنتهم تمام؟ يعني ممكن تاخذ معلقة من تدبلة السمك اللي انا عملتها حطيها على البطاطس وقطع عليها بقدونس وحطي عليها خل اهم حاجة في صلطة البطاطس شوية خل وزي ما انتم شايفين ازي الاكلة بتاعتنا هي وبجد العز شكله حلو جدا وطعمه طحفة وطاجن السمك شكله بجد رهيب وطعمه طحفة كمان البتنجان مديلو طعم حلو قوي مع الفلفل وطبق صلطة خضر عايزي بالطريقة العادية خالص يبقى دا كان غدانا وتعالوا بقى اقولكم بقى عملنا الوصفة استانية ازاي؟ بعد ما اتغدينا بقى ولمينا المطبخ تعالوا بقى ندخل نعمل ايه؟ نكمل البطاطة طبعا البطاطة كانت كل الوقت دوت على النار لان انا زي ما قلتلكم نار هدية جدا يعني قعدت بتاع حوالي ساعة ونص او ساعتين على النار كنا اتغدينا ورسلنا الموعين وكل حاجة تعالوا بقى هنا زي ما انتم شايفين البطاطة استوت وبقت زبدة هقشيها بقى زي ما انتم شايفين كده لو فيها حتت بقى جمدة شوية هتقشيها ايه بالسكينة يعني حاجة بسيطة كده ممكن تقشيها بايدك بس لو القشة لزقة شوية هتشيليها بالسكينة هقشي بقى الكمية اللي معي كلها كده زي ما انتم شايفين وشايفين بقى اللون البن اللي تحت دوت ده اللون السكر اللي احنا هوة كارمل يعني هو ده بقى التركة اللي انا هعملها في البطاطة دي هاخد بقى الصوس اللي نزل اللي هو شوية صغيرين دول دول اهم حاجة صفتوا من ورقة الزبدة وهنزلوا كده في كوباية زي ما انتم شايفين او في فنجل وبعد ما قشرت البطاطة كلها هنزلها بقى في نفس الحلة وهارسها بقى عارفين هراست البطاطس بقى رئاسة البطاطس هي اصلا نعمة مش هتتاخد معيك حاجة ايطارية جدا وحنزل عليها بقى ايه بالصوص اللي نزل اللي هو السكر المكرم للون وبني الجميل ده اللي حيديها طعم طحفة وحط معلقة صغيرة من السمنة البلد مكت طريش في السمنة لاني احنا لسه هنعمل ايه هنحط لها حاجات تانية معلقة صغيرة خالص او نص معلقة وبعد كده كملت بقية الصوص اللي نزل من البطاطس وحب دق بقى رئاسها نعمها كويس قوي وخلاص على كده طبعا انا عايز اقول لكم على حاجة هنا يعني اصحاب الضيت يمتنعون يعني اللي بيعملوا ضيت بلاش يتفرجوا على الوصفة دي لان هي طبعا ملهاش علاقة بالضيت خالص ولا اي حاجة هي اصلا دي للنحفاء يعني هي موصوفة للنحفاء وبعد كده بقى جبت بايركس ودهنت دهنته كده من تحت غلفته بالسمنة وعاخد بقى الكمية كلها او محطها في البايركس كده وايه ومفضيها كله ومسويها كده في البايركس كله زي ما انتوا شايفين تمام هي لغاية دلوقتي لسه ايه فيها بقى التركة اللي هتخليها بقى توضيها في حتة تانية خالص هسويها كده زي ما انتوا شايفين على قد ما اقدر كده بالسباتيولا او باي حاجة كده وبعد كده بقى حنبدأ ايه نشوف حنعمل فيها ايه طبعا انا هو السكر اللي حطيته في الاول خالص في الاول هي بتتسلق هو الكوبية اللي ربع سكر او نص كوبية سكر على حسب الكمية اللي معايكي محطتش سكر تاني انا اخدت السكر اللي الكريمل هو دورت اللي ايه اللي عجنت به البطاطا مع نص معلقة من السمنة البلذي او معلقة صغيرة هنا بقى جبت بقى ايه حوالي ثلاث معلقة كبار اشتا اللي هو وش اللبن يعني طبعا اه اشتا وسمنا بلدي يعني ما اقول لكمش يعني حطيت عليهم معلقتين اللبن صغيرين علشان الاشتا ايه تفك معي انا مش عايزة الاشتا تبقى مكالكعة انا عايزة الاشتا فكها كده بشوية لبن علشان تغطيلي الوش كله فاهميني قطيت عليها معلقتين اللبن وبعد كده بقى حنزل بالوش هغطي الوش كله ايه بالاشتا اللي انتوا شايفانها دي عشان تعملي طبقة تعملي بقى الوش بتاعها كده يبقى ايه يا كنين بطاطا بالاشتا تخيلوا بقى انتوا الطعم يا جماعة كده انا غطيت الوش كله زي ما قلتلكم حطيت على الاشتا دي معلقتين اللبن وهنا بقى لزوم بقى اللون يبقى دهبي كده ومن فوق يبقى مسكر ومتحط معلقتين سكر رشاهم كده سكر عادي اللي هو بتاع الشاي العادي ده رشتهم عادي كده خالص علشان ايه يدي لون حلو للاشتا ويدي طعم حلو للاشتا هدخلها بقى الفرن مش هحطها تحت الشوية انا هدخلها الفرن حوالي ربع ساعة لغاية لما تطلع بالجمال ده زي ما انتوا شايفين طلع بقى من فوق ومن تحت بصوا رهيبة بس طبعا ما ناكلش منها كتير يعني ناكل بس مش كتير انها طبعا دسمة جدا بس طعمها والله يا جماعة تحفة وبسيطة وسهلة ولا بقى ولا اي افتكاثات يعني زي ما انتوا شايفين بقى مطلعها الخريطة ازاي بحلها بجد طحفة يلا ولو اعراجكم بقى الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة زي ما انتوا شايفين ارعيكم بقى ارعيكم بقى اشتركوا في القناة